رجلان أعميان يقفان كل يوم في طريق تمر منه زوجة الملك فكلما أحس بمرور زوجة الملك قال الأول اللهم ارزقني من فضل زوجة الملك ويقول الثاني اللهم ارزقني من فضلك أنت فأرادت زوجة الملك أن تبين لهما أن فضلها عظيم فقالت للجنود اعطوا للذي قال اللهم ارزقني من فضل زوجة الملك دجاجة مشوية وضعوا بداخلها عشرة دنانير وأعطوا الثاني درهمين فقط والمعروف أن الدرهمين أقل من الدينار الواحد فبالنظر للعطاء لكليهما من زوجة الملك فالأول أكثر عطاء دجاجة مشوية وعشرة دنانير مقابل درهمين فقط واستمرا على هذا الحال لمدة عشرة أيام تعطي الذي يقول اللهم ارزقني من فضل زوجة الملك دجاجة وعشرة دنانير والذي يقول اللهم ارزقني من فضلك أنت تعطيه درهمين في اليوم العاشر غضبت زوجة الملك وقالت للذي يقول اللهم ارزقني من فضل زوجة الملك ويحك ألم يكفيك عشر دجاجات مشويات في كل دجاجة عشرة دنانير فبهت الرجل فقالت له ما بك فقال لها كنت تعطيني الدجاجة وأنا لا حاجة لي بها فأبيعها على هذا الأعمى الثاني بدرهمين فكان المرزوق وصاحب الحظ الأوفر ذاك الذي توكل على الله وليس ذاك الذي توكل على زوجة الملك ومن يتوكل على الله فهو حسبه فلنحسن الظن بالله وفي الختام صلي على النبي في التعليقات واكتب شيء تؤجر عليه ومن قرأ تعليقك كان لك أجر